نكمل مع حضراتكم النهاردة مسؤولي نادي الزمالك قرار وتعليق مصير إبراهيم نضاي لاعب وسط الفريق لحين حسم صفقات أجانب قوية يعني إيه؟ يعني لو الزمالك ضم صفقات أجانب قوية هيمشه إبراهيم نضاي والله إبراهيم نضاي يكمل لو ما قدرش الزمالك يجيب صفقات أجنبية قوية يعني عارفين أنت أنا مش عارف أنا عايزه ولا مش عايزه يعني هو فعلا كده براهيم نضاي مش منديك إحساس اللي هو اللاعب العظيم ولا برضو منديك إحساس سامسون أكينولا اللي هو اللاعب سائق يعني واضح أنه ما قدمش أي حاجة فلا هو في حتة في النص كده فعلا يعني طيب ماجد هاني لعب وسط نادي الزمالك الشاب قريب جدا من الانضمام إلى نادي بيرامدز هما دخلوا فيه مفاوضات معاه لضمه لكن الزمالك عايز يسيب ماجد هاني للإسماعيلي الإسماعيلي كمان عايز ماجد هاني بس ازاي؟ عايز يسيبه للإسماعيلي في صفقة أبدولية ياخد فيها أو ياخد قدامها نادي الزمالك اللاعب باهر المحمدي في صفقة أبدولية طبعا مع مقابل مد يعني لو ماجد هاني ما بين بيرامدز والإسماعيلي فالزمالك هيفضل الإسماعيلي لو هيخش في صفقة أبدولية مع إبراهيم مع المحمد إدارة نادي الزمالك كمان استقرت على عدم منح أي لعب بالفريق الاستغناء الخاص به مجانا بعدما كان فيه كلام كتير أنه اللعبة دي أو معظم اللعبة اللي في نادي الزمالك الموسم ده تحديدا في منهم كتير هيمشي مجانا إدارة نادي الزمالك بتتمسك بأن رحيل أي لعب عن الفريق يجب أن يستفيد منه النادي ماليا أو دخوله في صفقات تبادلية لكن مش ببلاش وده الصح يعني كمان بصدر بنادي الزمالك أكد أنه لا توجد صحة لفسخ التعاقد بين الزمالك وعمر جابر آه صحيح اللاعب يرغب فيه الرحيل بالفعل لكن مفيش أي فسخ للتعاقد حتى هذه اللحظة